يطرح المراقبون تساؤلات عدة حول جدوى الإصرار الأمريكي على البقاء عسكريا في العراق تحت غيطاء ما يسمى الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة فمع إتمام الأمريكيين انسحابهم من العراق بعد تسعة عوام من التواجد العسكري عنا خلالها العراق اختلالا كبيرا في بنية مؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية والأمنية والخدمية وأثر كثيرا على مستقبل العراق السياسي في المجالين الإقليمي والدولي فعلاقات الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق ينتابها بعض الفتور ومن الممكن أن تصل حد التوتر كما أن العلاقة مع تركيا ستحكمها تطورات الوضع الاقتصادي وملف مياه نهر دجلة والفرات وسد أليس المثير للجدل نهيك عن التجاوزات المتكررة على شمالي العراق والعلاقات مع الدول الأخرى المجاورة والأوضاع في سوريا محليا فإن المستقبل السياسي العراقي بعد هذه الاتفاقية يشبه التصارع بين القوى السياسية على السلطة والغنائم والمناصب وظلت هذه المؤسسات السياسية تعتمد على مصالح حزبية ضيقة الأمر المهم الذي ينبغي للعراق حكومة وبرلمانا انتخاذه الآن هو الوقوف بجدية مع هذا الملف الخطير وضرورة أن يكون الوفد العراقي أكبر مهنية في رؤية للمصالح العليا للوطن والشعب إذ أشارت الأخبار أن الجلسة الأولى كانت رسالة حتمية للرأي العام وهي تعد جلسة مباحثات تمهيدا لحوارات أكثر هدوءا بين واشنطن وأطراف الصراع إيران والسعودية كما إنه مهم لأمن الشرق الأوسط خاصة والعالم بشكل عام فإن أي استقرار للعراق هو بداية استقرار للمنطقة للمنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر